الزوج لازم يعرف ايه نمط الترويح اللي زوجته بتحبه والزوجة لازم تعرف ايه نمط الترويح اللي زوجها بيحبه ويعمله مش يعمل اللي هو شايفه حلو مش يعمل اللي هو شايفه حلو ما يبقى زي زي الشخص اللي هو بيحب النسكفيه وهو بيحب ابنه الرضيع فقال انا بحب النسكفيه واللي بحبه اشربه للي بحبه فلو شرب ابنه النسكفيه الابن عايحصل له ايه ولا عزب الله احتمال كبير يموت يبقى بعض الزوجات بيكون أهم شيء للترويح عنها هو الكلام صح تتكلم مع زوجها في أي شيء مدائقة أو حتى عن أحداث يومها فما ينفعش الزوج ييجي يقول لها أنا مش فاضي ومش قادر أسمعك دوتا يعمل لها إيه هيحسسها أن الحياة بالدي والترويح الزواجي هو أن أنت تحس الشريك الحياة أن الحياة واسعة إيه علامة أن أنت ماهر في الترويح الزواجي أن أنت تحسس شريك حياتك أن الحياة واسعة شوف حضرت النبي يقول لي السيدة عائشة إيه شوف حس الفكاهة كنت لك كأبي زرع لما كان بتحكي عن قصص النساء الحداشر كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك يا سلام على الوسع خلاص وسع الأمان والاطمئنان دخل في قلب السيدة عائشة لازم تدير وقتك وتسمح وتسمع زوجتك مهما كان أنت وقتك بتقول إننا ما عنديش وقت عشان ما تروحش تدور على احتواء بديل على فكرة عشان بس ما يجيش الناس يقولون أنت تدور الوقت بتتكلموا عن أخي أنا مش على فكرة مش لازم الاحتواء البديل إنها تروح تكلم راجل تاني ممكن اللي احتواء البديل على فكرة إنها تستبدل دورك كزوج مروح عنها وتعطي الدور ده لصحبتها وتعطي الدور ده للمامتها وتعطي الدور ده لأخوها لولدها فتفقد أنت دورك ونفس الكلام بالنسبة للزوجة بالنسبة نفس الكلام للزوجة الزوجة لابد إن هي كما هي لابد أن تحصل على الترويح من الزوجة هو كمان لابد إنه يحصل على الترويح من الزوجة الزوجة بتحب الزوج هو يكون أقرب صديق لها وأكتر حد ممكن يحتويها فدايما تحب تتكلم معاه ويسمعها باهتمام وود ويعز الشعورها بالأمان معاه على فكرة مش بالضرورة الترويح الزواجي عند الزوجة يكون بالكلام على فكرة زي الزوجة زي الزوجة مثلا الزوجة مثلا الراجل مش لازم يكون الترويح عنه إن هو يتسمع فالراجل بيختلف عن الست في مسألة الفطفضة والبوح في رجالة عرفهم كتير وده نمط من رجال نمط من رجالة بيعتبر إن هو يبوح باللي مدايقه ده نوع من أنواع تصغيره فالزوج مش بيفصل في الكلام بلاش بقى الزوجة تفضل تضغط عليه تضغط عليه عشان يتكلم وتقول الراجل أنت بش قلت لي يا مولانا إن احنا لازم يبقى فيه ترويح زواجي ولازم أروح عن زوجي بإن أنا أسمعه أنا مقولتش كده أنا قلت إن الترويح الزواجي مهارة بتتعلق بفلان ده وتأروح عنه إزاي الترويح ودوء الترويح راحة الترويح باب مفتوح للسعادة لازم نفتكر دول والترويح عندنا خمس خطوات لازم نرجعه فالزوج كمان بيحب إن زوجته تعرف الطريقة اللي بيحس بيها واللي بيحس بيها إن هي بتقوم بالترويح عنه فمثلا لو بيحب بيشوف ماتش الكور أو تعالى بقى نجيب في الجد بقى بلاش لما يكون بيحب بيشوف ماتش الكور ما يكونش تعبيراتها مثلا إن هي تسخر أو تعمل إيه أو تحولوا تحسسوا إنها بتتنمر عليه وعلى كل اللي بيشوف الكور فتقولوا مثلا هم يقسموا معاك الكاس يعني ولا يقسموا معاك الدوري بالعكس هيبقى شيء لطيف جدا جدا وهيقدروا الزوج جدا جدا لو قعدت هي واحترمت مشاعره واحترمت قد إيه هو عايش معاها وقد إيه إنه هي بتحاول بقدر الإمكان تخفف من عليه وتحس بساعته وتحس بإن دوة نوع من أنواع الترويح عنه يبقى إحنا لازم ببساطة خالص نعمل إيه كل واحد فينا بيروح عن التاني بشكل صحيح وبشكل جيد ملتزمين فيها بالخمس بالخمس خطوات اللي إحنا أقول إننا نتجنب الأوقات اللي فيها شريك الحياة مش عايز يتواصل يعمل فيها حوار عشان يتخذ قرار كمان يبقى عندنا تواصل دائم عشان وما نتركش شريك الحياة فريسة للضغوط والمشكلات الحاجة الثالثة إننا نستخدم حس الفكاهة اللي بيحبه الطرف الآخر رقم أربعة ببساطة خالص نجدد دايماً في تفاصيل حياتنا رقم خمسة ببساطة خالص لازم يبقى فيه مفاجآت دائماً من وقت للتاني عشان المفاجآت دي مش رفاهية المفاجآت دي هي لتعمل الترويح الحقيقي عن الأزواب